أنا بسيت على الشغل حاجة عظيمة جداً ورائعة جداً وأنتم بتأكدوا كمان فكرة أنه المضمون الجاد أو المضمون اللي بيحمل قيمة ليه مكان على سوشيال ميديا عكس ما الناس فاكرة أنه بس المضمون الترفيهي والخفيف لا أنا ممكن أعمل ملخص لكتاب مهم في قيم للناس ده هيخلينا أسأل عبد الرحمن إزاي ابتدت هذا المشروع منصة أخضر واختيارات كل الكتب لأنه عندنا كتب كتيرة في مجالات كتيرة جداً بس السؤال إزاي يختار الكتاب اللي فيه رسالة جذابة وممكن يأثر على الناس يعني طريقة تقييمنا للكتاب أو اختيارنا ليه بتبقى ليها أكتر من محور أو أكتر من معيار طبعاً المعيار الأهم في كل الكتب أنها لازم تبقى كتب عملية يقدر الشخص يستفيد منها في كتير من الكتب المشهورة اللي ممكن الناس بتبقى ترندي أو الناس مهتمة أن هي تشوفها أو أسمائها مصمعها ولكن فعلاً الكتب دي مبقاش فيها ديني أمثلة كده زي إيه كتب مثلاً اللي نحن بالخير اللخصناه قاهر الهاتف الزكي لا فيه عنوين كتير حدلوقتي المنصة تقريباً فيها أكتر من 2000 ملخص بتغطي أكتر من 16 قسم فالكتب دي كلها بنتكلم في كتب ليه علاقة بريادة الأعمال الكتب ليه علاقة بالتربية لو أم حب أن هي تهتمة بالموضوع ده بالعلاقات العاطفية بالبيزنس بالفلسفة تقريباً كل المكتبة الغير رواية إحنا بنقدم ليها ملخصات الجانب اللي إحنا شوفناه هو شوية ليه علاقة بتطوير الذات لكن فيه عنوين تاني ممكن تبقى يعني من الكتب ممكن تبقى مشهورة أو كمان فيها قيمة قوية جداً زي كتاب مثلاً لجال من المريخ والنساء من الظهر نفس العنوان ده أو عنوين كتير مشابها ليه إحنا بالفعل بنقدمها من خلال منصتنا وبنحاول بنراعي طول الوقت إن الكتاب اختياره زي ما قلت لحضرتك إنه هو الكتاب يبقى بالفعل لليه قيمة كبيرة جداً وبنعتمد إن الشخص يعني هو اللي بيقرأ الكتاب ده حد في الأول بالفعل قارئ وليه اهتمام أو شغف بالمجال اللي هو بيقرأ فيه فهو قادر فعلياً يستقلس الفكرة الرئيسية أو المهمة من العنوان ده ويقدمها بالشكل البسيط إنه هو الفان المتلقي هو قادر يعني يلاقي نفسه في كل حاجة بتتقال في الموضوع اللي بتقدم